حديثنا في هذه الحلقة موضوع في غاية الأهمية موضوع يتعلق بشخصية وبهوية يسوع المسيح سأل يسوع المسيح هذا السؤال المهم المسيح أو يسوع المسيح ابن من هو؟ هل هو ابن الله؟ هل هو ابن الإنسان؟ هل هو ابن إبراهيم؟ هل هو ابن داود؟ هل هو ابن العلي؟ هل هو ابن النجار؟ هل هو ابن مريم؟ على هذه الأسئلة سيضور حديثنا في هذه الحلقة يصر أن أستضيف إلى البرنامج إلى ستوديو نور لجميع الأمم في برنامج البث المباشر ليكن نور الأخ عياد ظريف أهلا وسهلا أخ عياد أهلا محضرتك أسيس نظار وأهلا بكل المشاهدين في كل مكان طبعا هو السؤال يسأل من الكاثرين والشيء العجيب أن يسوع نفسه وجه هذا السؤال وبعد إذنك إذا ممكن أقرأ يعني إيه الرب يسوع سأل وهذه الفئة أو هذه الجماعة هي جماعة الفرسيين جماعة من اليهود المتدينين متدينة اسمهم الفرسيون أو المنفصلون جماعة مدققين بالنموس بشريعة موسى في آية 41 من بشارة متة في الإنجيل المقدس وفيما كان الفرسيون مجتمعين سألهم يسوع قائلا ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له ابن داود قال لهم فكيف يدعوه داود بالروح ربا؟ قائلا قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدمي فإن كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة ومن ذلك اليوم لم يشسر أحد أن يسأله بتة هذا السؤال من يسوع كان موجه للفرسيين المتشككين بدعوة يسوع على أساس أنه هو معلم من الجليل واقتحم صفوف الفرسيين والصدقيين في أور شليم وطبعا كانوا مستغربين في هوية هذا الإنسان فهم يسوع ووجه هذا السؤال مرة تاني بردو بعد إذنك في قيصرية فليبوس في الشمال أقصى الشمال سأل يسوع التلاميذ في قيصرية فليبوس من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ أجابوا طبعا عدة أجوبة واحد من الأنبياء أرمية يحنة إلى آخرهي بعدين وجه السؤال مباشرة وأنتم من تقولون إني أنا؟ طبعا بطرس قفز وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي أجاب يسوع وقال له طوبة لك يا سمعان بنيونة إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السمعان فهنا السؤال من يسوع موجه لجماعة اليهود المتدينين والسؤال الثاني كان موجه للتلاميذ بحيث يفهم عن هويته فما ردك في هذا الموضوع؟ أشكرك لأجل الإشارة إلى هذين الموضعين في الكتاب سواء كان في الجليل أو في قيصرية فليبوس أو في أوروشاليم لأنه الحقيقة بيأخذ ذهننا إلى طريقة حوار المسيح مع الشعب كان المسيح يعلم الشعب وكانت حواراته تتنوع ما بين التعليم مباشر وأحيانا طرح الأسئلة وكان أسلوب طرح الأسئلة عند المسيح ليس سؤالا استفهاميا فالمسيح لو كل المجد يعلم كل شيء لكن كان المسيح يستخدم أسلوب طرح الأسئلة اللي أقدر أسميه طرح أسلوب استدراجي استدراجي يعني عايز يعمل شوك في ذهن المستمع عشان يسحبه نحية الإيريا اللي هو عايز يتكلم فيها ويقفه قدام نفسه السؤال والجواب استخرج الجواب منه شخصا حتى إن لم يستخرج الجواب منه يشعره بضحالة تعليمه أمام الحقيقة يعني لو رحت إلى روشاليم بكلم الفرسيين المسيح يكلم الفرسيين الفرسيين أضيق مذهب ديني عند اليهود والمفروض أكثر مذهب ديني متمسك بالطورة متمسك بأصفار الشريعة فالرب سحابهم بهذا السؤال ماذا تظنون في المسيح ابن من هو وأراد أن يذهب معهم إلى ما قالته أصفار العهد القديم وبالتحديد سفر المزامير مزمور 110 اللي هم كفرسيين بئروه ويقول في مزمور 110 كيف يدعوه ربا وهو ابنه إن كان ابنه فكيف يدعوه ربا علشان يوصل الفرسيين إلى هذه الحقيقة أنكم تقرؤون التوراة وتقرؤون الأصفار ولا تعلمون ما يدور في الأصفار الإعلان الإلهي واضح في مزمور 110 أن المسيح هو رب داود وابن داود بس أنتم تقرؤوا ما عندكوش أي خبر قال الرب لربي قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدمك فأسلوب المسيح في طرح الأسئلة كان أسلوبا حكيما بطريقة فزة علشان يستدرجهم علشان يكشفهم علشان يأخذ الإجابة من جواهم مما بين أيديهم وأعتقد دا سؤال مطروح أمام الكل كل واحد ممكن يقرأ الكتاب ويعرف من هو المسيح في قيصرية فلبوس على ذات الشاكلة الرب قال من يقول للناس إن أنا ابن الإنسان وجاءت إجابات كثيرة معظمها نصفها السليم لكن تنتقص فالمسيح هو نبي المسيح ليس هو يوحن المعمدان ليس هو أرمية لكن كانت هناك إجابة أتت من قبل الآب بإعلان لبطرس لما قاله أنت هو المسيح ابن الله الحي وده بيحطينه قدام حقيقة قد تأتي إجابات كثيرة تعظم المسيح أنه نبي عظيم أنه مصلح عظيم أنه مقدام أنه معلم الأجيال أنه 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 أو عبد الله ورسوله لكن كل هذه الإجابات منقوصة إن لم يكن الإعلان الإلهي الواضح أنت هو المسيح ابن الله الحي فالسؤالين بيحطينه قدام طريق الطرح المسيح للأسئلة التي تستدرج السامع لكيما تكون هناك إجابة وحيدة كافية لمن هو المسيح ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر